موسيقى في سوريا ترقب دولي وتظاهرات في جمعة سننتصر ويهزم الأسد موسيقى وفي مصر مليونية في التحرير لحماية الثورة وتحذيرا للعسكر موسيقى وفي السودان الشمال يعلن انتصاره في هجليج والجنوب يعلن انسحابه موسيقى وفي فلسطين انتقادات واسعة لزيارة مفتي مصر للقدس المحتلة موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أضواء على الأحداث ونبدأ أضواء اليوم بآخر تطورات الثورة السورية حيث دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في ختام مؤتمر أصدقاء سوريا في باريس أمس دعت إلى تشديد الإجراءات ضد النظام السوري في حال لم يسمح بإرسال بعثة مراقبة وافية على أن يشمل ذلك قرارا لمجلس الأمن يتضمن عقوبات ومنعا للسفر وعقوبات مالية وحظرا على الأسلحة تحت الفصل السابع لمناقشة هذه التطورات وكل مواضيع اليوم أرحب برئيس تحرير صحيفة القدس العربي الأستاذ عبدالباري عطوان أستاذ عبدالباري نرحب بك في أضواء على الأحداث تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية عند ذكرها للبند السابع على الرغم من أنها ربطت ذكر البند السابع بتشديد العقوبات على النظام السوري والعقوبات المالية إذا لم يلتزم بخطة كوفي عنان إلا أنه يدفع إلى الاعتقاد بأن ربما هناك رائحة حرب أو رائحة تدخل عسكري ضد سوريا في الأفق أولا لم يستخدم البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلا لتبرير التدخل العسكري يعني استخدم البند السابع لتدخل عسكريا في العراق استخدم البند السابع لتدخل عسكريا في أفغانستان استخدم البند السابع لتدخل عسكريا في ليبيا فهل تلويح السيدة هيلاري كلينتون باستخدام البند السابع من مثاق الأمم المتحدة هذا يعني أنها تمحد للحرب لكن هل تستطيع؟ أنا أقول لك لا تستطيع لسبب بسيط لأن هناك روسيا وهناك الصيد النقطة الأخرى التي تحدثت عنها هيلاري كلينتون وهي لا تقل أهمية عن استخدام البند السابع هي أن تركيا تطالب بتفعيل البند الرابع من مثاق النيتو حلف الأطلسي للدفاع عن أراضيها والذي كان أردوغان قد طالب فيه قبل أسبوع في الصحافة التركية يعني هل هذان الأثنان إما استخدام الفصل السابع لمثاق الأمم المتحدة أو المادة الرابعة لمثاق حلف النيتو هل يسبان في إطار حشد ربما الجهود كلها لتدخل عسكري ضد سوريا؟ سيد جمال علينا أن نضع في اعتبارنا أن اجتماع أصدقاء سوريا وبين قسين المصغر الذي عقد في باريس هذا هو مجلس الحرب وليس مجلس السلام يعني نلاحظ اجتماع سوريا اجتماع أصدقاء سوريا الذي عقد في اسطنبول سبعين دولة شاركت في هذا الاجتماع اختصروا الدول إلى 15 دولة يعني هذا مجلس حرب هذا اللي هو المكتب السياسي لأصدقاء سوريا على وجه التحديد أو اللجنة التنفيذية اجتمعوا واختاروا الأعضاء بعناية هراري تلينتون المملكة العربية السعودية مثلا ألان جوبي ووزير خارجية فرنسا قطر هذه هي الدول التي تدخلت عسكريا في ليبيا ولكن في الملف السوري ما زالت تدعم خطة كوفي عنان وما زالت تصر على الخيار السلمي لحل الأزمة السورية وما زال وزير الدفاع الأمريكي خلافا لتصريحات وزيرة الخارجي الأمريكي وزير الدفاع بانيتا قال بأن الحل الدبلوماسي هو الأنجع للأزمة السورية ومحذرا من مغبة استخدام القوى العسكرية لتغيير النظام هذا صحيح هذا كله كلام صحيح طبعا هو كان يقول الشيء نفسه فيما يتعرض بالعراق كان يقولوا نحن محل سلمي للأزمة لصدام حسين يجب أن يلتزم بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بنزع السحة الدمار الشامل لكن ماذا حدث؟ وأرسلوا مراقبين أيضا إلى العراق وهؤلاء المراقبين كانت طريقتهم استفزازية جدا حتى أنهم دخلوا غرفة نوم صدام حسين يبحثوا عن قنابل ذرية وأستحاد الدمار الشامل لم يكن الهدف هو نجاح المراقبين في العراق كان الهدف هو استفزاز النظام وعندما لم يستفز هذا النظام وعندما قبل النظام كل الإهانات من فريق المفاتشين الدوليين كل الإهانات ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث احتلال العسكري طب ولكن أنا أعتقد بالنظام وأنا أقول لك وأسباب مفتل فتماما في السياق السوري لحظة بس خلينا شوي شوي أنا أحكي علم الآن أنا بحلل أنا بحلل أنا مش ناشط سياسي بقول لكل الإخوان أنا محلل الآن مش ناشط سياسي خلينا الناشط هناك كثير منشطات سياسي مبروك عليهم إحنا نحلل أنا قابلت ريتشارد بيل اللي هو كان أحد المسؤولين الرئيسيين على حرب العراق كويس؟ أنا قابلت وكنا في محاضرة في جامعة هامبورغ أنا وياه مع بعض كويس؟ وكان أكثر من 850 واحد يحضروا هذه المحاضرة معظمهم سفراء دبلوماسيين بش بسببي بسببه هو كويس؟ قال لي حشيء واحد قال لي نحن لم نرد لبعثة المراقبين أن تنجح لأنه نعرف أنه لا توجد أسلحة دمار الشامل في العراق وقال كان أمامنا خيارين الخيار الأول هو أن نترك لجان التفتيش أن تستمر وتأتي بعد شهر بتقرير بأن صدام حسين خالي من أسلحة الدمار الشامل وفي هذه الحالة سيصبح صدام حسين بطلا في الوطن العربي وبعد أربع سنوات أو خمس سنوات سيعيد بناء أسلحة الدمار الشامل لأنه النوهة والعقول موجودة لإعادة هذا البرنامج الخيار الثاني أن نخوض حرب ضد صدام حسين ونزيل نظامه ونزيل معه كل المفكرين أو كل العلوماء اللي ممكن يعيده أسلحة دمار الشامل بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحدث عن السلام هي في الوقت نفسه تمهد للحرب فأنا ما أخشى أنه كلام الحديد أنه لا أنا بدأت تقدير الولايات المتحدة الأمريكية تكسب وقتا في الوقت الراحل الآن هذه سنة انتخابات نحن بيننا وبين الانتخابات الأمريكية ستة أشهر هذه ستة أشهر حاسمة دارة الرئيس أوباما لا تريد حربا في الستة أشهر الحالية لأنه هو ورومني المرشح الجمهوري نك نك يعني جمبا متقاربان جدا فعمليا الآن هو كله بعضة المراقبين النظام سيرتكي بأخطاء والنظام حقيقة حقيقة النظام بارع في ارتكاب الأخطاء والكوارد يعني لماذا يطلق النار على الأراضي التركية لماذا يعني طب انت بتتحدث عن مؤامرة انت بتتحدث عن مؤامرة دولية ضدك طب ليش تطلق نار على الملاجئين طب ليش تعطيهم الذريعة طب وخرت اطلاق النار المتواصل في حمص والقصف المتواصل في حمص طب ليه يعني عمليا انتهاءك لاتفاقية نظام السوري مع كوفي عنام يعني هم الآن يجمعوا أخطاء النظام حتى يقولوا للروس والصينيين طب تفضلوا هاي أخطاء هاي الانتهاكات وموثقة يعني عمليا يعني هذا أنا قلت غلطة الشاطر بألف انك انت تيجي تقصف معارضة في داخل الأراضي التركية هذا انتهاك لسيادة تركيا طبعا قد يرد بعض السوريين الموالين للنظام بانه يا أخي طيب ما فيه الجيش الحر موجود في سوريا في آسف في تركيا والجيش الحر بعمل عمليات تركية تدعم عمليات عسكرية ضد النظام واليوم مثلا قتلوا ثمانية حسب بيان التلفزيور الرسمي من القوات الأمن السورية مثلا بانفجار وهكذا ويقولوا في جماعات متشددة بس هذا يعني انت تعطي تعطي هؤلاء الضرائع وتعطيهم الحجج بطريقة أو بخرى لا يجب أن يلتزم بوقف اطلاق النار يجب أن يتوقف عن القصف يجب أن يحترم القرارات الدولية في هذا الإطار وإلا وإلا سيحدث تدخل عسكري أو حرب أهلية مثل ما قال ألن جوبي كلام ألن جوبي من أخطر بيمكن قال أنه البديل عن خطة عنان هو إما حرب أهلية أو حرب إقليمية إيش يعني؟ حرب أهلية بمعنى أنه تسليح المعارضة طب كيف يعني وسعود الفيصل في المؤتمر الصحفي مع ألن جوبي قال بأنه إحنا أمام شعب يقتل هذا صحيح وشعب أعزل لا يستطيع الدفاع عن نفسه ويجب على المجتمع الدولي أن يسلح هذا الشعب للدفاع عن نفسه هذه حرب أهلية طيب ولكن ما يتعلق في كلامه أنا أقول لك بالحرف كلام وزير الخارجية السعودي سعودي الفيصل قال أتعجب لكون النظام الذي يقمع يستطيع الاستمرار في تسليح نفسه في إشارة إلى استمرار التسليح الروسي وفي إشارة أيضا إلى عدم موجود قرار بمنع تسليح النظام السوري في الوقت الذي لا تملك الضحايا البريئة أن تدافع عن نفسها من وسائل يا أخي الضحايا من حق الدافع نفسه ما في نقاش بس أنا بدي أسأل سؤال طيب يعني النظام السوري ما يسلح من قبل هذه طيب ما هو في خطر إسرائيل علينا إحنا نسين أنه في خطر إسرائيلي هذا السلاح سيكون ملك الشعب السوري ولكن الآن النظام السوري هذا السلاح لازم يعرفه النظر يا أخي إحنا نسين أنه في إسرائيل إيش بدي يستخدم بدي يستخدم طائرات بيستخدم صوريخ بعيدة المدى وسكوت ضد شعبه يعني كمان خلينا نكون إحنا منطقيين إحنا في عندنا حرب مع إسرائيل ما يقول لك جبهة هادئة 50 سنة نصف فرن يتفضل يسلحوا ما أنا بقول لك يا أخي يتفضلوا ويطيحوا في النظام أنا مش غايل يعني هناك أن يقول لك شعب داري أسلحة التي يكوّمها النظام السوري على حساب الشعب السوري الآن يستخدموا ها ضد شعبهم يا أخي يستخدم إيش إحنا بنحكي عن السلاح السلاح الثقيل اللي بيجيه وطائرات تجيلوا الصواريخ بعد تلمدها بتجيلوا أشياء طب إحنا يعني نسينا أنه في إسرائيل يعني إحنا طيب كويس ما هذي يا سيدي ما كان يقولوا علينا اسمعني بس خليك مركز معي مرة واحد ما تحدث بسم الخارجي البريطانية في برنامج جاسم العزاوي في مواجهة على تلفزيون أبوظبي قال بدهم يحرجوني بدهم يحرجوا عبدالباري عطوان بيس قال لي طيب وهذا شوف هذا صدام حسين في الوقت اللي شعبه مئة من الجوع وانت بتقول حصار حصار بيبني قصور طب هذا الملك قلت له اسمع قلت له هذه القصور ستبقى للشعب العراقي صدام حسين سيذهب وستبقى هذه القصور للشعب العراقي وقلت له كمان هاي الأهرامات بناوها المصريين وماتوا آلاف فيها وهذا ما زالت موجودة بتدر على مصر مئات الملايين سنويا قلت له كمان قصور محمد علي وكلها قصر القبة وقصر التين وقصر المنتزه وقصر المعمورة اللي بناها محمد علي وين لمن اللي بقعد فيها قعد فيها أنور السادات قعد فيها حسن مبارك الآن مؤتمر القمة العربي وين انعقد انعقد في قصر صدام حسين وين صدام حسين تحت التراب نفس الشي بقول ما الذي ستكون كل حام السوري للسوريين احنا فيه عندنا شيء أساسي وبدهم يسمع وبدهم يفهمونا احنا فيه عندنا عدو إسرائيلي كمان النظام ظالم النظام جبار بقتل شعب وكل شيء بس احنا بيش معنى ذلك انه احنا لا احنا انا مع التسليح للسعودية انا مع التسليح للامارات انا مع التسليح لسوريا انا مع التسليح لكل دول احنا محتاجين هذا التسليح لأنه احنا مستهدفين كأمة عربية فعمليا المشكلة مش التسليح المشكلة اه نظام بقتل شعب اه طبعا انا ما بنكر ذلك بس كمان احنا مش لازم انه ايش ما بتقولنا امريكا إنه إحنا إحنا نصدق أمريكا أو نصدق إحنا فرنسا يا أخي أمريكا وفرنسا أعداءنا يا أخي أمريكا وفرنسا دمروا العراق هل يمكن للنظام أن يفهم هذه المعادلة ويسحب الذريعة من تحت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا قبل أن يفوت الأوان بالاستجابة لمبادرة كوفي عنا على التبار بأن الأمين العام يقول اليوم بأن النظام لم يوقف العنف ولم يمتثل لمبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة فأين تخف خطة عنان إذن؟ يجب أن تنجح خطة عنان هذه لجب أن يعرف النظام بأنه قتل شعبه لن يحميه بالعكس سيغرقه أكثر وأكثر يجب أن يحترم تعهداته النظام أنت تعهدت بالقبول بهذه المبادرة يجب أن تحترم كل بنود هذه المبادرة يجب أن توقف القصف يجب أن تتحاول طبع وتسمح بالتظاهر السلمي ويسمح بالمفتشين اللي بدهم يجوا تعالوا مراقبين تفضلوا راقبه لماذا خالد منه؟ يأخذوا حريتهم يروحوا يراقبوا لماذا لا يراقبوا؟ ويقولوا إذا فيه جماعات مسلحة يقولوا فيه جماعات مسلحة إذا فيه هجمات ضد النظام يقولوا فيه هجمات ضد النظام هناك انتهاك هناك شهادت شخصيا تقرير لبي بي سي لمراسل بي بي سي وليس مراسل تنسيقيات الثورة السورية يشير إلى الطائرات وهي تقصف طائرات الهلوكبتا طبعا أنت بتحكي عن نظام سويسرا بتحكي عن نظام سوري النظام السوري يعني متى كان يحترم حقوق الإنسان ما فيه نقاش بس أنا في تقديري إذا كان النظام بيقول هناك مؤامرة طب يا أخي يفوت هذه المؤامرة يا أخي يصير فيه ويتعاون مع المفتشين يتوصل لحل سلمي إحنا بدنا حل سياسي لهذه الأزمة وكان الأمر سهلا ومتاحا وبسيطا حتى كل مظاهرات كانت محدودة ولم يكن هناك أي مظهر للعمليات العسكرية هل تعتقد أستاذ عبد باري عطوان بأنه سيفوت هذه الفرصة الآن بعد دخول الثورة السورية شهر الثالث عشر أو الرابع عشر يعني أنا في تقديري أنا في تقديري الكل في مأزق حاليا حقيقة الكل في مأزق النظام في مأزق المعارضة في مأزق أمريكا في مأزق الأصدقاء السورية في مأزق لأنه ما هو البديل لخطة عنان البديل اللي خطت عنان حرب أهلية أو حرب إقليمية مين بيقدر يخوض حرب إقليمية الآن هل أمريكا مستعدة تتورط في حرب إقليمية في سوريا مثلا هل تركيا اللي صارت أصبحت القوة 17 كأخوة اقتصاد في العالم هل تريد حربا مثلا وتخسر كل إنجازاتها مثلا وهل أردغان لا توجد له معارضة داخل سوريا كمان نفس الشيء داخل آسف داخل تركيا طيب كمان نفس الشيء يعني يعني سوريا شوف العراق كان معزولا العراق كان بلا أصدقاء والقذافي كان بلا أصدقاء فسوريا هذا النظام عنده أصدقاء عنده روسيا وعنده الصين وعنده إيران وعنده حزب الله طيب هذا النظام يعني مش معزول لكن شبكة هذه العلاقات هل هي يعني كما وصفتها صداقات أم هي صراع إقليمي على منطقة في الشرق الأوسط صراع نفوذ حتى ربما يتجاوز هذه المنطقة لمصالح دولية هل يمكن وسؤالي هنا عن روسيا هل يمكن لروسيا أن تتخلى عن النظام السوري وعن دعمها للنظام السوري إذا حصلت من الغرب على تنزلات فيما يتعلق بنشر صواريخ الدرع الصاروخي في أوروبا شوف هذه الدول مش مؤسسات خيرية هذه الدول عندها مصالح هذه الدول بتتحرك من مصالحها هم بيدعموا سوريا والله يحبا في النظام السوري لا هم بيدعموا سوريا لأنه هذه ورقة بالنسبة لهم ورقة استراتيجية هم خدعوا في ليبيا وانضحك عليهم في ليبيا بالقرار 1973 والنيتو تدخل قال لهم لحماية المناطق محظورة وتطورت إلى إيطاحة نظام بتغيير نظام هم أهينوا الصين وروسيا أهينوا في ليبيا ومعهم الهند ومعهم البرازيل ومعهم كل هذه الدول اللي هي العاملة اللي بيصير سوريا طبعا روسيا بتحسب مصالحها يعني أنا أقول لك كثير طب صدام حسين وقع مع روسيا عقود بـ 42 مليار دولار عساس أنه يكسب الروسي لجانب ومع ذلك تخلت عنه ما تخلوا عنه تخلوا عنه لعدة أسرع مصالح سوريا 4 مليار وليست لذلك الحجم الكبير لأن الأمريكا عرضت عليهم تنازلات في الدلع السروقية عرضت عليهم مساعدات اقتصادية عرضت عليهم اتفاق في جورجيا وفي أوكرانيا يعني بشكل أو بآخر سوا مهم يعني وكانت روسيا ضعيفة في ذلك الوقت كانت ضعيفة جدا في مرحلة انتقالية فالصين كانت تريد بناء نفسها اقتصادية نحن نتحدث عن عشر سنوات الآن الصورة تغيرت لكن هل مثل هذه المحفزات غير موجودة لروسيا برأيك من خلال الغرب ومن خلال حتى الدول العربية المفضية طبو أنت لما روسيا طب روسيا قوة عظمى أنت لما تيجي تهزمها في ليبيا وتضحك عليها في ليبيا وتطلحها من الخليج وتطلحها من منطقة الشرق الأوسط كلها طب بتتدافع عن مصالحها وتجد فيه النظام السوري ورقة نحن لازم نفهم من الدنيا مصالح نحن الضحية نحن العرب ضحية نحن العرب كم مهمة ليس لنا قيمة على الإطلاق نحن جثة هامدة أو بقرة واقعة والكل بدي يقطع منها اللي بديه الراس اللي بديه القلب اللي بديه الذنب اللي بديه الفخذ اللي بيقطعوا فينا هذه المشكلة نحن طرطير نحن العرب طرطير ملناش قيمة على الإطلاق نحن ملحق بالقوى الغربية والمصراع بأن المبادرة الآن في سوريا هي بالأساس مبادرة جامعة الدول العربية التي اصطدمت في مجلس الأمن بالفيتو الروسي فأصبحت مهذبة أو مشذبة حتى تتناسب مع الموقف الروسي والمبعوث الدولي الآن كوفي عنان هو مبعوث دولي ومبعوث جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية أضرت بالشعب السوري جامعة الدول العربية تتحمل مسؤولية عدد كبير من القتلى آلاف القتلى والشهداء الذين سقطوا في سوريا جامعة الدول العربية صعدت آمال الشعب السوري بأنه الفرج قريب وأنه سقوط النظام أيام كان يطلعون وزراء الخليجة العرب يقول لك سقوط النظام أيام تفضلوا سنة وشهرين الآن هذا دليل أنهم لا يفقهوا كلمة واحدة في السياسة ولا في الموازين الدولية ما كانوش عارفين أنه في سوريا أنه في روسيا لماذا لا تنسقوا مع روسيا وبعدين كمان أنه يقول لك والله تدويل الأزمة السورية تفضل دولته ورحتوا على مجلس الأمن إيش اللي حصل مش فيتو اثنين أجوه مرتين يعني عمليا وسواء إلى مفا بعدين اللحظة هددوا النهي الناتو أيهو الناتو بيشتغل عند أبوكو أيهو الناتو يعني ملحق للجامعة العربية تفضل الناتو يعني ما تدخلش الناتو طيب وبعدين الآن سوريا حاطة سفن حربية في المسألة وحرب إقليمية محدش مستعد يخوض حرب إقليمية بسبب العرب طيب إيش اللي بده صير الآن بده صير في تسليح طيب للأسف يعني زي ما سمعنا أنه يعني الناس مساكين ما عندهم مش سلاحة إدافة عن نفسهم بس عمليا إذا صار في تسليح وصارت في عسكرة يعني يعني لاحظ أنه العسكرة يعني في النهاية حتأدي لحرب أهلية والحرب الأهلية مين حيموت ولكنها للأسف ننتقل إلى موضوع آخر مشتعل في مكان آخر في السودان قال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في كلمة بثها تلفزيون السوداني قال أن القوات المسلحة السودانية حررت منطقة هيجليج من جيش جنوب السودان في المقابل قالت حكومة الجنوب إنها أمرت جيشها بالانسحاب من هيجليج وكانت الأمم المتحدة قد أدانت استيلاء قوات جنوب السودان على حقل هيجليج النفطي السوداني وطالبتها بالانسحاب سوز عبد الفاري عطوان السودان ربما اليوم التصعيد هناك آمال بأن ينتهي هذا التصعيد ويكون الانسحاب أو التحرير من وجهة نظر الشمال هو بداية لتنفيذ هذه الأزمة يعني حتى أوريك أننا العرب لا يحتربنا أحد ولا يهبنا أحد ولا يخافنا أحد ولا يعبرنا أحد كان كان ولكن مع الربيع العربي نحن نعني لا 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 وما زالنا يبدأ هذا خغير يعملوا على إفشال الربيع العربي في سوريا وفي تونس وفي أماكن أخرى خلينا هذا موضوع آخر حالا قتالي مسعد عندي عندي معتداة كيرا نريد أن نبعث خليما إلى الأمل لا بس أنا أقول لك تخيل دولة استقلت من ست شهور من ست شهور بس أو أقل من سنة حتى يعني عمليا تحررت تأخذ حرب ضد دولة عربية موجودة من سنة 1952 تخيل يعني تخيل الاحتقار لنا كأمة عربية لسه من ست شهور هذا سلفا كير صار رئيس جمهورية وبايش يعمل أو يروح يحتل أبار نفط لدولة أعطته يا أخي والله العظيم إيش بقهر والله أنا مقهور أنه السودان تنازل عن ثلث أراضي للدولة الجديدة على أمل أنه يعيش في سلام على أمل طبعا أنا إدارة ضد إدارة الأزمة هذه بسبب سياسات البشير الفاشلة ضد إدارة الأزمة إدارة الأزمة إدارة فاشلة بس أنا بقول لك كمان في النهاية أنه كان كل الدول العربي يا أخي دارة ما كانت أنا ما زرتش السودان من 15 سنة بالمناسبة بس ببنوع أيضا لا مش ببنوع أنا يعني زقت والله العظيم زقت لأنه من بعض السياسات الخاطئة بس أبدا أقول لك شي يعني ما هو لما كان السودان لما كان السودان بيخوض الحرب في الجنوب وحتى بيخوض المفوضات كانت الدول العربية هذا العقيد القذافي كان يدعم جون جارك كانت السعودية تدعم جورج جارك كانت مصر تدعم جورج جارك نكاية في البشير اللي اتهموا بأنه سانة صدام حسين في الحرب طيب لغاية ما أجبر السودان على أنه يدخل في المفوضات ووقع ووقع نيفاشة التي كانت كحبل حبل المشتقة لأنه اعتقد بأنه توقيع هذه الحرب والاستماع لأمريكا يعني وهذا من المناسبة اللي بيستمع لأمريكا والاستماع لأمريكا هو حيكون حبل إنقاذ بالنسبة له لكن كان حبل شنق بالنسبة له هاي بعد ما وقع الاتفاقية واستقلت جنوب السودان أول إيش عمله راح احتل له هيكليك كويس اللي دخلت التاريخ الآن السودان زي حلايب فاكر حلايب وين حلايب وين حلايب اللي كانت كان النظام حسن مبارك حلايب وحلايب وحقنا في حلايب وكرمتنا في حلايب وين حلايب استخدموها لأنه بضغط أمريكي للضغط على السودان حتى يتنازل عن ثلث أراضي للدولة الجديدة بعد ما استنازل على أسد يروح يحتلها يخبرش ما أقول يعني فيش منطق هذا الدليل استهتار واحتقار لكل شيء اسمه عربي ومسلم طب ولكن هل يمكن أن يوضع في إطار إقليمي لاستثارة السودان واستثارة الجوار الإقليمي على الاعتبار بأن مصر الآن لم ترضيها التطورات العسكرية وزارة الخرطوم وزير الخارجية المصري هل يمكن للوضع العربي الآن غير مستقر فعلا وخاصة مصر أن يكون لها كلمة لدى حكومة جنوب السودان والله نأمل ذلك لأن مصر هي المتضربة لأن منابع النيل وبحيرة فيكتوريا كلها وين تيجي من الجنوب يعني عمليا النيل الأزرق اللي هو معظم مياه كلها تيجي من وين من إثيوبيا يعني عمليا إذا كان هذا الحوض هذا الفناء المصري الاستراتيجي يعني إذا مصر يعني ما اهتمت بهذا الشيء يعني مصيبة وكارثة يعني نظام حسن مبارا كله للأسف وضع مصر في هذا الموضع ولم يفكر استراتيجيا وكان يفكر لتصفية أحقاده وثاراته مع نظام البشير ومع نظام حسن الترابي ورح دعم الجنوب ودعم كل المؤامرات على السودان الآن مصر في ثورة هذه الثورة الآن يعني في مرحلة انتقالية في مرحلة انعدام وزن في مؤامرات كثيرة على هذه الثورة يعني لا يمكن أمريكا تسمح بأن تخرج مصر من تحت عبائتها خروج مصر من تحت عبائت أمريكا سنتحدث عن مصر بتفصيل فعمليا يعني يعني يجب على كل الدول العربية أن تدعم السودان لأن السودان هو صاحب حق الآن وصاحب حق واضح يجب أن يدعم السودان وأن يقال الرئيس البشير كمان يا أخي بط وقف نعصاتك شوية يا أخي تذكر استراتيجيا ماذا قال الرئيس البشير قال في خطابه الأخير أمام الشباب المؤتمر الوطني قال المعركة النهائية ستكون في جوبا وقال شعارنا من الآن فصاعدا تحرير المواطن الجنوبي من الحركة الشعبية هناك خياران إما أن ننتهي في جوبا أو أن ينتهون في السودان يا أخي خطأ يا أخي خطأ هذا مش فكر استراتيجي ولا أسلوب استراتيجي يا أخي صلي عن نبي شوية يا أخي يقول أنا مشكلتي بدي أحرر هكليغ هاي وأستعيد هذه أراضي السونية وأستعيدها وبس ونقطع السطر ليش يحرر جوبا ايش دخلوا في جوبا الآن أنت ضعيف واجيش جديد ما بيصير يعني يجب أن يكون هناك خطاب سياسي راقي أنت لما بتيجوا قدام العالم ما هو يا حمد النجاد قالوا بدي يرم إسرائيل في البحر وبيدي يزير إسرائيل من الخريطة ومسكينها علينا اليوم وبدهم يبرروا العدوان على إيران بسبب هاي القصة طب ليش أنت تقع ليش لك تحرر جوبا يا أخي هاي المشكلة يعني بيحكوا كلام أكبر أنت قادر تحرر جوبا هذه المشكلة أنت لو أنا مستشار وبيقول له يا أخي إذا بيسمع أنا مستشارين بقول لي يا أخي أنت تتحدث فقط عن عدوان على هيقليك اللي كانت تحت السيادة السودانية وهذا استخدام القوة اللي في هذا الأمر أنه كان مفروض أن الجنوب يلجأ للمفاوضات لحل هذه المشكلة إذا في مشكلة لكن أنت تروح يعني الأجهة كحلة عماها أنت تروح تقول والله بدي أروح أحرر جوبا يا أخي حرر هيقليك وكثر الله خير طيب يعني الذي يقرأ الآن من تطورات الأحداث بأن هذا التصعيد الكلامي من الرئيس البشير قوبل بأي تخفيف لهجة دبلوماسية من خلال كلام موزير الخارجية السوداني الجنوب يقول بأنه انسحب من هيجليج الشمال يقول بأنه انتصر الأمم المتحدة دعت الجنوب إلى الانسحاب مما يبدو الآن بأنه التزام بقرارات الأمم المتحدة هل تعتقد بأن الأزمة قد هدأت إلى حين؟ نعم أنا في تقديري هدأت بس البشير يهدى يا أخي بدنا يهدى يعني ليش يطر وزير خارجي صح على رئيسه يهدى يا أخي يهدى يتصرفوا بعقل احنا في عالم اليوم عالم مختلف مش بالتهديدات ومش بالعصاهم انه نازم يتعامل بالأمور بطريقة حضارية انت دهول هذه أرضي هذه احتلت وانت استخدم احتلال الجنوب لهذه الأراضي السودانية ورقة لصفك طب الأمم المتحدة طلبتهم بالانسحاب حتى نؤلاء مش احنا حررنا يا سيد انسحب بقرار الأمن المتحدة يعني انت لازم انت تبين نفسك في موقع الضحية ولكن استاذ عبدالباري هل هذا ممكن في عقلية الزعيم العربي الذي يعتبر بأن جزء من بلده قد تم سلخه رغما عنه هل هذا ممكن هل هذا في صالح حتى يستمر البشير في هذه السياسة مع جنوب السودانية أنا شخصيا لو ما اطرح الرئيس البشير وصحيح هو منتخب وصحيح عنده شعبية وصحيح ما في شك في ذلك أنا لو ما اطرحه أنا لو ما اطرحه بعد انفصال جنوب السودان بقول الله شاكر لكم أنا هذه مرحلة انتهت تيجي مرحلة جديدة أنا شخصيا أنا شخصيا بحكي عن نفسي أنا عبدالباري عطوان الجانس أمامك لو كنت أنا مثلا في السودان رئيس السودان بعد انسلاخ ثلث السودان من الهي بقول لهم طيب احنا وقعنا اتفاقية على اساس انحقق امل للسودان في مرحلة جديدة هذه المرحلة جديدة تحتاج الى أناس جدد هذا المنطق وخلي وديمقراطية وخلي شمال السودان ينتخب حكومة جديدة وهذه الحكومة هي كبيرة لازمة بعد ذلك مع الجنوب هذا المنطق لكن من متى كان في عندنا منطق في الدول لكن رغم ذلك رغم ذلك أنا بقول ان السودان يجب ان يدعم من جميع الدول العربية من جميع القوى العربية لانه هذا البلد يتعرض للتفتيت هذا طب احنا اذا مختلفين مع البشير بس البلد تتفتح وقد تعلمنا يعني منذ الابتدائية بان هذا هو خزان أو خزان الامن الغذائي العربي على كل حال مستمرون في أضواء على الأحداث أستاذ عبدالباري شكرا لك عزيزي المشاهدين فاصل قصير نعود بعده لمتابعة باقي فقرات أضواء على الأحداث فابقوا معنا أهلا بكم أعزيزي المشاهدين مجددا إلى مصر حيث شهدت عدة ميادين فيها مسيرات مليونية أبرزها مسيرة في ميدان التحرير في القاهرة تحت شعار تقرير المصير وحماية الثورة شاركت فيها أحزاب وحركات وإتلافات ثورية من أبرزها التيار الإسلامي ممثلا بالإخوان المسلمين والدعوة السلفية ورحب مرة أخرى بضيفي هنا في الستوديو الأستاذ عبدالباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي أستاذ عبدالباري بداية مليونيات اليوم تختلف عن مليونيات الجمعة الماضية بأنها أكثر زخما وانتشرت في أكثر من مدينة ما هي قراءتك للمشاركة الواسعة لمليونيات اليوم وأيضا لحجم أو الأطياف السياسية التي شاركت فيها هذه المليونيات هي تيرمومتر مصر الحقيقي هي اللي بتخلينا نقرأ العداد أو تيرمومتر اللي بتخلينا نقرأ ما يحدث في مصر هذه هي ضمير مصر هذه اللي هي المدينة الرئيسية في الإسكندرية في القايرة في أسيوت في كل مكان هذه هي اللي بتعطينا ملخص بالصوت والصورة عما يحدث في مصر من حراك الشعب المصري شعب واعي الشعب المصري شعب وطني الشعب المصري فجر ثورة الشعب المصري يريد الحفاظ على هذه الثورة وكل ما يدرك بأن هناك خطر على هذه الثورة يتحرك ويسمع صوته وهذه قمة الوعي السياسي وهذه قمة المسؤولية طيب الآن في خطر على مصر الخطر على مصر من الداخل ومن الخارج الخطر على مصر أنه الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بأن تستعيد مصر كرمتها وسيادتها لن تقبل نظاما خارج العباء الأمريكية يجب أن يكون هذا النظام تحت الحذاء الأمريكي تحت الحذاء الإسرائيلي هذا هو لأنه إذا يأتي نظام وطني في مصر وجاء نظام وطني في مصر أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طبعا فيه ناس بيختلفوا معي هذا النظام الوطني خربت المعادلة الأمريكية الغربية في المنطقة بأسرها أصبحت مصر هي من الدول العظمى ومن الدول القائدة في العالم بعدها من الحياز نهر وناصر وتيتو عملية التي هي التأميم قناة السويس التي كانت لا يمكن الغرب يحلم أنها تؤمم مثلا التي هي أباء المصرية هذا يعني كان ديفيد فيه خطر عودة الاحتكاق مع إسرائيل إذا كانت عودة الاستسلام على الأقل عدم القبول بالاستسلام ومساعدة أي عمل وطني ضد إسرائيل ولكن هل هذا ممكن خروج مصر يعني حيمنت أمريكا على الخليج وعلى منابع النفط لن تكون مثل ما كان عليه الوضع في السابق أن تعود مصر هذه القوة العظمى 85 مليون أو 90 مليون مصري عندهم طاقات هائلة عندهم نيل عندهم نفط عندهم شعب حي عندهم عقول هذا ممنوع أن يخرج عن السيطر الأمريكي طيب كيف بدهم يعملوها الآن السيناريو طبعا نبدأ ربما بأحد هذه الاحتمالات والتي جاءت من خلال قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم قبول الطعون في سحبها وعدم قبولها لترشيح عشر من المرشحين أبرزهم خيرة الشاطر مرشح وحازم صلاح أبو إسماعيل مرشح التيار السلفي وكذلك عمر سليمان ممن يعتبره كثيرون مرشح النظام السابق ألا يعتبر هذا توازنا في الصورة وعلى اعتبار بأن اللجنة قالت بأن هؤلاء تم رفض الطعون الاعتبارات قانونية يا أخي هذا توازن خادع يعني انتلاحظ عمر سليمان قدم أوراق اعتماده أو أوراق ترشيحه في آخر خمس دقائق قبل إغلاق موعد الترشيح وفجأة كانوا الناس بلمولوا توكيلات من الناس وكان يقول لا أنا مش بترشح أنا اعتزلت وفجأة بيكون في سبعين ألف توكيل اللي هي المطلوبة وفجأة بيكون مش عارف سبعين أو خمسة ثلاثين ألف لا أذكر يعني هي بالنسبة لشخص ترأسها جهازا مهمة ربما يعني البعض يقول ليس من الصعب فعلا أن يجد هذه التوكيلات في الوقت اللي كان يقول أنه هو لن يترشح وهو اعتزل السياسة كانوا بيجمعوا له توقعات وكانوا بيجمعوا له توكيلات هذا يعني أنه كان عمر سلايمان ورقة في يد النظام العسكري على وجه التحديد أنه ادخلوه في الفترة الأخيرة من أجل من أجل أن يقولوا بعدين عشان يسحبوه بعدين عشان يقول لك أنه بعدين أنه لا والله أوراقه مش مكتملة وأنه كمان لازم يسحب وإحنا هنا سوينا بين مرشحنا وبين الخيرات الشاطر وبين اللي هو حزم أبو إسماعيل فهذه الخطة أنه فورا حتى يقول لا بإحنا هنا يعني المساواة في الظلم عدل أنتم ما تفكروش أنه إحنا عملناها لا هي إحنا سحبنا مرشحنا إذن نتيجة بس يا أخي النتيجة لا يريدوا رئيسا إسلاميا لمصر لا يريدوا لا يريدوا رئيسا من خارج حزمة حسن مبارك يريدوا أن يدير مصر حسن مبارك أن يستمر النظام المصري وأنا أقول لك هذه كلها عملت حتى يأتي عمر موسى رئيسا لمصر لأنه المجلس العسكري يريد عمر موسى رئيسا لمصر أنا ما بعترض هناك تحليلات كثيرة سيصب في مصلحة عمر موسى ولكن هذا التقليل بحجم أيضا وشعبية الدكتور عبد النعم أبو الفتوح وهو المرشح وهو الذي كان صاحب فكرة أن يكون هناك رئيس لمصر من الأخوان المسلمين قبل أن يفصل من الأخوان يا سيد أنا ذيك اليوم قابلت شخصية قبطية قال لي والله أنا لو سوّت أنا سوّت لدكتور عبد النعم والفتوح يا أخي شخصية أنا قابلت مرتين وتعشيتنا ويا وجلسنا جلسة مطول هذا الكلام قبل حوالي ثلاث شهور يا أخي رجل والله في قمة العلم وفي قمة الأدب وفي قمة التواضع أنا فجأت فيه حقيقة ورجل كمان من عنده خلفية دينية ولكنه ليس متزمتا دينيا فاهم إيش الدولة وإيش السياسة طيب الإخوان المسلمين اعترضوا عليه لأنه خرج عن رأي الجماعة وترشح هم كانوا في تلك الفترة يقولوا لا نريد مرشحا ولا نكون لنا مرشحا في الانتخابات الرئاسية وأنا احترمت والله قلت يا أخي لازم يتعاونوا يعملوا زي تونس هاي الشيخ راشد الغنوشي أتى بالمنصف المرزوبي وحطه رئيس وأتى بمصطفى بن جعفر وعملوا رئيس الجامعية التأسيسية أو البرلمان يعني عمليا لازم المشاركة لازم التعايش أنا والله فرحت لهذا القراءة شخصيا قلت والله الإخوان المسلمين يعني عندهم موجة نظر بعدين في الآخر نزلوا خيرات الشاطر اللي هو مرشح لهم طب إيش عملتوا من تعملتوا زي ما عامل أبو الفتوح طب يا أخي استوأبوا هذا الرجل يعني الآن عندك ثلاث مرشحين إسلاميين بارزين محمد مرسي وعبد المن عبد الفتوح وسليم العوة طب يا أخي يتنازل إلى واحد ووحده صفوفه هناك حديث الآن عن فريق رئاسي ربما من الأبرز أن يكون هذا الفريق الرئاسي من الإسلاميين في اتلاف مع الأخوان المسلمين أي أحد المرشحين يصبح رئيس والباقي ربما نواب لهذا الرئيس هل يمكن مثل هذا السيناريو أن يحصل؟ ليش لا يعني والإخوان المسلمين يجب أن يشتغلوا سياسة يعني أنا بستغرب بستغرب يعني الهيراركي هاي اللي هي الأبوية اللي هي هيكليها طب واحد زي عصام العريان يعني ليش بيكون هو مثلا ليش مثلا بصره مثلا يعني أنا بيدخلش في شؤونه يعني فيه كفاءات في جماعة الإخوان المسلمين والناس عندهم يعني علاقات خارجية وعندهم ومقبولين من الداخل طب لماذا يعني ليش الإصرار مثلا على أنه يكون محمد مرسي ليش محمد مرسي طب محمد مرسي جاء منشحتها طب أنت عندك عبر منعه الفتوح وطلعوا خيرة الشاطر طب يا أخي ادعموا لازم يتنازل محمد مرسي والدكتور من العوة يتنازلوا ل وهل وهل سيضعف هذا إذا ما كان هناك نية أمريكية من أجل الدفع باتجاه مرشح ما يحافظ على مصالح أمريكية إذا كان هناك تدخل من الأسكر في نتيجة الانتخابات هل يمكن لإجتماع الإجماع الإسلاميين على مرشح واحد أن يضعف ذلك السیناريو إذا كان موجودا؟ لا يجب أن يضعف هذا السيناريو لا يجب أن يأتي لمصر رئيس منتخذ من الشعب المصري يعني هذه نظرية مصطفى الفقي اللي قال أنه أي رئيس قادم لمصر يجب أن توافق عليه أمريكا وتوافق عليه إسرائيل هذه نظرية سقطت بسقوط نظام مبارك الآن تغيرت مصر أصبحت حرة ويجب أن تتكرس حريتها ليش أمريكا توافق على رئيس مصري؟ ليش أمريكا تختار رئيس لمصر؟ لماذا أمريكا إسرائيل تختار رئيساً لمصر؟ لا الشعب المصري هو الذي يجب أن يختار رئيساً لمصر ما هي أبرز التحديات برأيك الآن التي يمكن أن تعيد سيناريو مثل سيناريو ترشيح عمر سليمان على اعتبار بأن من أكبر المطالب الآن في مليونيات مصر التي هي تعديل المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستوري والتي تمنح الحصانة لقرارات اللجنة الانتخابية العليا إذا مثلاً اللجنة الانتخابية قالت بأن فوز مرشح ما هو غير قانوني لا يمكن تطعن بقراراتها هو المشكلة هذه المصيبة ما هو الإخوان المسلمين وافقوا على هذه المادة وافقوا على أن لجنة الانتخابات لا طعن في قراراتها يعني ممنوع تطعن تظلم مظنة بس ممنوع تطعن في القرار وهذه المصيبة والذي وقع المصريين في هذه المصيبة هو الإخوان المسلمين لأنهم وافقوا عليها واعتقدوا لما كانوا في غزل بينهم بين المجلس العسكري قبلوا فيها هذه المشكلة الآن يطالبوا بتعديلات وهي خطأ يا أخي طيب وبعدين يعني الشيخ لازم يتعلّبوا شوي طيب فيه ناس يستشيروا ناس يعني ما هو يا أخي شوف تجربة تونس شوف تجربة أنا شخصية مثلا يعني أنا عايشت هاي التجربة طيب اختاروا مصطفى بن جعفر رئيس التكتل اختاروا بأن يكون رئيس المجلس تأسيسي ما صرش الشيخ راجل الغنوشي أنه يأخذ كل السلطات رغم أنهم كانوا مثلا يعني من الفائز الأكبر لا جابوا بزي ما قلت المنصف المرزوقي وهو دكتور يعني ديمقراطي الليبرالي حطوا رئيس جمهورية واختاروا نفس الشيء اللي هو مصطفى بن جعفر وكمان هو الليبرالي لكن ما يصبح لتونس قد لا يصبح لمصر على اعتبار بأنه إذا مثلا أحد المرشحين قد توافق عليه الإسلاميون لا يضمن بأن لا يؤثر عليه العسكر والولايات المتحدة الأمريكية لا أنتم الأغلبية 77% من مقاعد البرلمان معهم يعني مع ذلك 77% من الشعب المصري معهم إيش بدك أنت أكثر بندعم 77% من الشعب المصري أو 80% أنت عندك رصيد كبير جدا عندك تفويض غير عادي فأنت هذه سلاحك أنت لو كنت صالع النجوم صانع ملوك يعني كنت أتمنى أن يكون الإخوان مسلمين هم صناع الملوك هم يصنعوا هم يختاروا رئيس الجمهورية وهل في موقفهم الأخير من الجمعية الوطنية لتأسيس أو الجمعية الوطنية تأسيسية للدستور في قبولهم بقرار المحكمة بعدم قانونيتها وأيضا بتوافقهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من الأحزاب على أن لا يكون لأعضاء هذه أن لا يكون من البرلمان أعضاء في هذه الجمعية سؤالي هل يثبت هذا بأن الأخوان يتعلمون ربما من بعض الأخطاء السياسية نعم بدأوا يتعلم بس هذه المشكلة أنه يعني بتعلموا ببطء مش بتعلموا بسرعة يعني إحنا يعني معلش هم قوة وقوة سياسية وعانوا وانسجنوا وتعرضوا للتعذيب كل هذا كويس بس فيه مستشارين لازم يستعينوا بناس لازم يسمعوا مش لازم أنه غرور السلطة يسيطر عليهم هذه مصر هذه مصر مصر تحتاج إلى تفكير استراتيجي عميق مش تحتاج إلى خطب لأنهم الآن ما يصلح ما يصلح في صلاة الجمعة لا يصلح في إدارة دولة لازم يعرفوا هذا الكلام خطبة الجمعة غير عن خطبة دولة وإدارة دولة وإدارة أجمع ولذلك أيضا زيارة مفتي مصر لقدس ليست كزيارة أي مفتي ربما في البلدان الإسلامية للقدس ننتقل إلى موضوعنا الأخير عزيزي المشاهدين حيث أعلن الأزهر رفضه لأي زيارات للقدس والمسجد الأقصى وهما يقبعان تحت الاحتلال الإسرائيلي وقال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في بيانا مقتضب إن مفتي مصر علي جمعة أوضح أن زيارته للقدس كانت بصفة شخصية غير رسمية يأتي هذا وسط استنكار عربي وإسلامي لتلك الزيارة سيد عبد الباري عطوان زيارة مفتي مصر دافع عنها الرجل بأنه زار مصر من خلال التنصيق مع السلطات الأردنية وأن زيارته هي الأسباب الدينية وليست لها أي رسائل سياسية يا أخي أنا أتمنى على الشيخ علي جمعة أن يكون لديه خطاب واضح يعني عمليا هو قال أنه راح بدون يعني تأشيرة إسرائيلية طيب وقال ثم يعني تبين أنه وزارة الدفاع الإسرائيلية هي لنسقت هذه الزيارة كما نخذتم في القدس العربي اليوم طبعا وأن هذا المتحدث الرسمي بعدين قال لا أنه هو بطلب من العاهل الأردني ولا يرفض طلبا العاهل الأردني طب تحيرنا وبعدين قال لك لا أنا بصفة شخصية كيف بصفة شخصية يعني أي 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 بصفة شخصية أنت مفتي مصر أنت عالم دين أنت أستاذ في الشريعة كيف تقول أنه بصفة شخصية أنت يعني استقيل من من منصبك كمفتي مصر وإنما لبدك معناش مشكلة بس طالما أنت في هذا المنصب وهو من أهم المناصب ومنصب رسمي لكن هؤلاء هم شيوخ وعاظ السلاطين هذا هو مفتي حسن مبارك هاي للأسف يعني حسن مبارك راح لكن وعاظه موجودين حتى الآن عمليا كيف تروح تقول لك والله صفة شخصية لا أنت رحت كوزير الأوقاف أو المفتي مصر الأكبر طيب هذا تطبيع رسمي أنت بتطبع مع إسرائيل أنت يعني للأسف أنت يعني 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 هذا مصر أنت تدين مصر في فترة اللي هي فترة ثورة في مصر الشعب المصري يستحق مفتي أفضل من هيك حتى لو كانت هذه زيارة كما قال مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب قال بأن زيارة تعبدية دينية بحتة يعني ليست لها دوافع سياسية يا أخي تعبدية ما الرسول يعني ما رحش حج سنوات عديدة يعني 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 ما موقفتش الدينية يعني عمليا تعبدية يا أخي بلاش يت بلاش يا سيدي القدس يصلي في الأزهر يصلي في الحرم المكي الشريف يصلي في مسجد الأموي إذا بده وين بده يصلي بس عملية صلي في مسجد يعني مساجد كثيرة يعني يعني ما في نص قانوني ما في نص قرآني بقول لك أنه لازم تروح تصلي في القدس يعني في المسجد الأقصى لا يعني عمليا روح تصلي في المسجد الأقصى بعد تحريره يعني يا أخي مصر هذي مصر مصر اللي انطلق منها اللي هو جيوش الفاتح جيوش صلاح الدين لتحرر القدس مصر اللي انطلقت منها جيوش قدس وجيوش الظهر بيبرس لتحرير القدس من الصليبيين وهزيمة الصليبيين هذي مصر يطلع المبط يروح يروح يصلي ويزور القدس ويطبع مع إسرائيل يا أخي بيحثولك مشكلة العيب فينا إحنا كفلسطينيين العيب في سلطتنا أنه لما بقول لك أنه هاي تدعموا صمود الشعب الفلسطيني وكان خلاف حول الشيخ يوسف القارضاوي عن عدم مشروعية زيارات المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال بالنسبة للدول العربية لمن يحتاجون إلى تأشيرة يا أخي الله عرفه بالعقل يا أخي طب هاي راحوا ناشطين أجانب عينين زرق عساس أنه أهلا بكم في فلسطين ايش عملوا فيهم منعوهم يطلعوا على الطيارات في ألمانيا على اللوفت هنزا وعلى غيرها حتى تركيا منعتهم يروحوا على تل أبي الشباك يريد الآن أن يفتش في المطارات الأوروبية حتى قبل أن ينطلقوا طب يعني إسرائيل غبية أنه بدي يضحك عليها الرئيس عباس والوزير الأوقاف محمود الهباش يعني معقول إذا حسوا أنه زيارة العرب للقدس أو المسلمين للقدس بتنفع الصمود بيخلوها إذا لماذا يقوم رجل الدين الأول في مفتي مصر بهذه الزيارة التي تستجدب كل هذا الاستنكار حتى من أكبر مؤسسة دينية في العالم العربي وهي مؤسسة الأزهر وبيان للشيخ القرضاوي أيضا استنكر هذه الزيارة يا أخي ما تصوروا ذلك يعني ما هو لما بيجي تيجي السلطة الفلسطينية بتقول لك لا تعالوا زوروا القدس وبتحتفل في شيخ أنا عمر ما اسمعت عنه له محمد الجفري يعني فتح عظيم طب يا أخي خلينا طب ما هو لما أنت تفتح باب الزيارات إسرائيل ما بدها ما بدها ناس عاديين يروحوا يصلوا في القدس ولا حتعمل أسماءهم وتفتش على أسماءهم وتخليهم صفوا طوابير قدام السفرات الإسرائيل إسرائيل بدها الأثرياء العرب بدها الشخصيات الاعتبارية العربية زي مفتي القدس حتى يقولوا للعالم والله إحنا متسامحين مع عديان الأخرى إحنا بنحب الإسلام والمسلمين وإحنا حكومة نتنياهو هذا مش حكومة يمنية ضد السلام بالعكس هذه مع السلام وهي بتفتح أبوابها وأدروحها لكل عابر جاي لكل شخصية إسلامية بدها تزور القدس وتصلي في القدس المسلمين والعرب هم اللي كانوا منعين اليهود من الصلاة في القدس قبل احتلالها عام 67 حتى إحنا بنختم الدعاية الإسرائيلية إحنا بنقدم لنتنياهو خدمة كبيرة جدا بدهم الأثرياء العرب طبعا حيروحوا بدهم الأثرياء حيخدموا الاقتصاد الإسرائيلي بدهم يصيروا الروح العرب يتعالجوا بدهم يتعالجوا في هارل ستريت يتعالجوا في هداسة في القدس بدهم يروحوا على المرابع الإسرائيلية في تل أبيب هل يمكن أن يكون موقف مفتي مصر الشيخ علي جمعة له ارتباطات سياسية الاعتبار بأن هذه الزيارة أتت كما قلت بعد فتوى للشيخ القرداوي بمعدم مشروعية مثل هذه الزيارات يا أخي الشيخ علي جمعة مين اللي عينوا؟ عينوا حسن مبارك حسن مبارك بيجيب مفتي لمصر ضد التطبيع بالحقل الله عرفه بالحقل يعني معقول الرئيس حسن مبارك واللي كان كتم أنفاس مصر لمدة ثلاثين سنة وجعل مصر حامية للإسرائيليين ومنع التسلل الإسرائيل والتواطأ في حرب غزة والتواطأ في التطبيع حتى تآمر على الرئيس الراحل ياسر عرفات هذا معقول يريد أن يجيب مفتي يكون ضد التطبيع يعني خليوا يعني مجون يحكي وعقل يسمع هذا الرجل مع عدم التشكيك بكل الشيوخ مصر والذين تقلدوا مناصب مهمة في الدولة طب هي عندك الدكتور الطيب رئيس الشيخ الأزهر تبرأ من هذه الزيارة وأدانها وأصدر فتوى بأنه ممنوع على أي مسلم أن يزور القدس كويس طالما كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي علماء الشريعة في الأردن طلعوا بيان في عند علماء أفاضل الشيخ يوسف القرضاوي طلع فتوى بأنه لا تحرم زيارة القدس طالما تحت الاحتلال إلا على الفلسطينيين فعمليا يا أخي فيه إحنا عندنا مرجعيات دينية مرجعيات ليش لما نلتسل في الشرع البابا شنودة الله يرحمه البابا شنودة منع الأقباط من زيارة المسجد الأقصى أو زيارة كنيسة القيامة أو الكنائس كلها منعهم من موقف وطني وحتى لا يظهر بأنه يتخلى عن الأماكن المقدسة في المدينة المقدسة كيف تنظر لدعوة عزل الشيخ الأزهر التي صدرت عن الجبهة السلفية الشبابية وقالها خالد سعيد المتحدد باسمها وقال بأن ذلك سيكون من خلال أعضاء مجلس الشعب طبعا عندك أنت 77% من المسلمين والإخوان المسلمين أدانوا هذه الزيارة يعني لازم يصدروا أو يضغطوا على المجلس العسكري يعزلوا هذا من يروح مع حسن مبارك يروح يغرد في بيته يجيبوا واحد مفتي يرتقي لمستوى الثورة يرتقي لمستوى التغيير في مصر يرتقي لمستوى تاريخ مصر الإسلامي العظيم يرتقي لتحرير مصر وجوش مصر للأقصى هذا بدنا ناش وعاد سلاطين بدنا ناس يطبقوا الشريعة ناس يسيروا على السن المحمدية الشريفة ناس يكونوا على مستوى هذا الدور الكبير لمصر في العالم وهذا ما نتمنى شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة القدس العرب الأستاذ عبدالباري عطوان كما أشكركم أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة من أضواء على الأحداث أترككم في أمان الله أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة